بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين فصل في زكاة المال وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا فتجب الزكاة في مال الصغير والمجنون ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو سنة هجرية إلا الخارج من الأرض وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاه فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنت لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقة الجمل فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم وهي الضأن والماعز في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاه فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين ففيها شاتان فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاه فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاه فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة وهي الكبيرة التي سقطت أسنانها ولا ذات عوار وهي المعيبة والمريضة وفي الرقة وهي الفضة في مئتي درهم ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعون ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسر تالة أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين رواه البخاري وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة رواه أهل السنن وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ مئتي درهم وفيها ربع العشر وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار بشرط أن تكون مكيلة مدخرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة متفق عليه والوسق ستون صاعا فيكون النصاب للحبوب والثمار ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرية العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري وعن سهل بن أبي حثمة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه أهل السنن والعثري ما يشرب بعروقه وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة ويجب فيه ربع العشر ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه لكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة في سنة القبض فقط وإلا ففيه الزكاة ويجب الإخراج من وسط المال ولا يجزئ من الأدوى ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه وفي حديث أبي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس متفق عليه ما وجد من دفن أولا الجاهلية أي قبل الإسلام هو الركاز الذي تجب الزكاة فيه فيخرج واجده خمسة ثانيا المسلمين أي بعد الإسلام فهو لقطة وسيأتي بيانه في باب اللقطة فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر